رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة وفي بداية الجلسة تطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل الزيارات وتوطيد أواصر التعاون والتشاور بما يجسد مكانة المملكة ودورها الإقليمية والدولي وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج مباحثات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع فخامة رئيس جمهورية أوزباكستان وما اجتملت عليه زيارته الرسمية للمملكة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والإعلان عن صفقات استثمارية وتجارية تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار و 500 مليون دولار كما اطلع مجلس الوزراء على فحو الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وكذا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبدولة بشأنها بما يحقق الاستقرار والسلام وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس استعرض في الشأن المحلي النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم ومنها التقدم في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية وصعود ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 وما يعد انعكاس للجهود الرامية لارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ولجلة العمل مجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء